بسم الله الرحمن الرحيم تزامنا وتفاعلا مع نشاطات الهيئات والروابط العلمائية في عموم العالم الإسلامي بفعالية أسبوع القدس العالمي وهي مبادرة عالمية مفتوحة قصد منها تخصيص الأسبوع الأخير من شهر رجب من كل عام حيث يوافق فيه ذكرى الإسراء والمعراج وذكرى دخول القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي مدينة القدس في السابع والعشرين من شهر رجب من عام 583 للهجرة وبهذه المناسبة العزيزة استضاف قسم الثقافة في الهيئة كوكبة من الشعراء لينشدوا قصائدهم في حب فلسطين وما تمثله من مثابة شعرية يقف عندها الأدباء لينسجوا من قصائدهم حبال مودة توصلهم إلى القدس كما نرأي في هذه الأمسية البروتوكول الصحي المتعلق بجائحة كورونا وذلك بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي متمنين السلامة للجميع شاعرنا الأول شاعر عراقي كبير عميق العبارة قوي السبك جزل الألفاظ يبتكر تراكيب لغوية وصورا شعرية تراها مجسدة في قصائده كتب عنه النقاد والمهتمون بالأدب الكثير وآخر ما وصفوه أنه من ضمن ثلاثة شعراء بمختلف العصور يجيدون حسن التخلص بابتكار الصورة وتوضيحها للمتلقي لأنهم يأتون به مخالفة لسنة الشعراء بالتناول ومن هنا نجد القصيدة الفلسطينية في شعر شاعرنا الكبير مختلفة عما يتناوله غيره فهو يقتنس الأحاسيس ويقتبس الرؤى ويمازجها بلغة رصينة جذابة تدفع المتلقي لمتابعة القصيدة حتى نهايتها رحبوا معي بالشاعر العراقي الكبير مك نزال فليتفضل مشكورا لفلسطين والقدس في قلوب العراقيين الكثير من الحب وكنت قد قلت في مثل هذا اليوم إني رأيت بك الألباب تنشغل أنائم أم قتيل أيها البطل يا ساهم الطرفي هل آن الأوان لأن تنام في دعة والناس تقتتل من بعد صولات عز كنت فارسها فكنت تحدو بها نظما وترتجل نظرت حولك للدنيا مزخرفة يغض طرفك خوف الله والخجل فبئت زخرفها واخترت صولة من لم يكترث لعواء الشر يبتذل وصرت صولتها للحق ماضية ما أهمها من ينيخ العيس أو يصل وكنت صومعة للحق في زمن تطاول الخبث فيه واعتلت دجل طرقت باب سواد الليل منتضيا سيفا تفتق منه الفجر يشتعل ما ضره نبح من بانت حقائقهم إذ قال قائلهم أو نز ما فعلوا حباك ربك ذكرا خالدا أبدا شأن الجبال بقاء أيها الجبل فكنت مزنة هذا الدين هاطلة على المسار بمنها الناس تنتهل وكنت نبع صفاء الحق في دفق فمن أراد شرابا حسبه الوشل يا ابن الحياة لعل الله يجمعنا في جنة للذي لله يمتثل ونحن بعدك في الآفاق صولتنا على مليكك في الإقدام نتكل هوى الصليب إذا سارت كتائبنا ونكست رأية الكفار فارتحلوا وللأقصى الأقصى السليب شوقي لقبته والسور والحرم والانبثاق السنى من موضع القدم قلبي يجوب فضاها نبضه لجب يعلو على صرخة الطغيان بالعدم يلتاع من حالها في القيد رازحة تكاد تسرعه دوامة الألم يا قدس يا قبلة الأحرار يا ألقا تحوطه جبة الديجور بالظلم ترنو إليك قلوب الناس أجمعهم من أهلك العرب أهل الخير والعجم مدي يدا لجراح فيك راعفة شفاك من يبعث الأرواح بالحطم إني لأسرك أذوي خانعا أرقا وقد قلتك لتذوي عصبة الرحم تحرقت مهجتي واشتد بي غضبي حتى صرخت بأفق الصمت ملأ فمي قدساه يا جرح هذه الأرض معذرة فلست أملك إلا صرخة الندم ودمعة ذرفتها العين منبعها أعماك قلب مغاظ مغاظ حانق ضريمي تقدست أرضك المعطاء في زمن أتى على الخير والأخيار في نهمي يا للجبال تهاوت قرب قبتها فجاءها الشر من قرد ومن قزمي قدساه إني هنا في العجز منكفئ أسايا يهطل من قلبي ومن قلمي كأنني ورح الأحزان تطحنني حب تراقص فيها غير محتشمي رأيت وجه صلاح الدين يرمقني بنظرة تستفز الحي من شيمي عدت عليك المناية السود عابثة وتصرخين ولا خيل لمعتصمي صالت عليك رياح القهر عاتية فطار منها صوابي وانزوت حكمي ولم تزل في ضرام القهر أسئلتي تقسو علي وتصحي العزم في هممي ناديت يا أمة الإسلام لا تهني ثوري على غفلة أوهتكي واحتدمي تفتقي فجر إزن بعد ليل أسن لا ترتضي بذليل العيش في الظلم أما لذلك يا شماء من عمر أما لذلك يا شماء من عمر يعيد مجدك يرقى عالي القمم ويحي الرجال وقد نودوا ولم يثبوا ولم يفو لعهود الله بالذمام في يوم جمعة منع المحتلون الصهاينة المسلمين من أهالي فلسطين والقدس من الصلاة وكان يوما يحيي الأمل حيث تجمهر هؤلاء الغيارة واقتحموا باب المغاربة ليأدوا الصلاة والصهاينة يرقبونهم أذل الله خانعين قلت في هؤلاء المؤمنين قلبي يطوف شوارع القدس ويجوب صوت ندائها رأسي وعلى المآذن حلقت روحي كالطائر المفلوت من حبسي طوفت بالأقصى أنادمه وأزيل عنه ظلامة اليأس وسقيته دمعا وأدعية قلت استبر أفديك بالنفس ألفيته في أسره أسدا تعدو عليه شراذم الرجس وعزاء قلبي من به اعتصموا يتعبدون بليلة نحسي نجب كرام أشجع أصل من أظهر عربية الأسي يتزاحمون ليوم جمعتهم يتدافعون بحومة البأس شيب شباب نسوة خرجوا من دون ما سيف ولا ترسي كشفوا الصدور بوجه ظالمهم وكأنهم وكأنهم خرجوا إلى عرسي نور الهداية بين أضلعهم يروي مفاخر أمة الأمس متوثبين لصولة بغد في وجه زمرة أضبع شرسي رباه بارك جمعهم وأجب دعوات من ثاروا على البؤس وابعث ملائكة تضللهم من نار أعداء ومن شمس ولكم أدعو الله أن يكون جمعكم هذا مباركا وعلى أمل أن نلتقي في بغداد أو في القدس وما ذلك على الله ببعيد شكرا لكم شكرا لشاعرنا الكبير مكي النزال على هذه القصيدة المنصة الآن تتهي لشاعر رقيق العبارة وأنيق الغزل يمس شغاف القلب حين يداعب نسمات الهواء بقصائده فينشر في المكان البهجة والفرح ولكنه مع كل هذا الجمال تجده قوية الشكيمة صلب المظهر حاد العبارة على خصوم الوطن وأعدائه ويجمع بين هذا وذاك في قصائده عن فلسطين فهو وشاعر الغزل لها وشاعر العتب على المقصرين بحقها وشاعر النهضة الواجبة لنصرتها إنه الشاعر العراقي محمد صيف فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحضور الكرام السلام عليكم القدس عند العراقيين هي نبض القلب وبوصلة الحياة القدس وجرح النكسة خمسون عاما وجرح القدس ما هجع وصمتنا عن أداها زادها وجع خمسون عاما وجرح القدس ما هجع وصمتنا عن أداها زادها وجع خمسون عاما تداوي جرح نكستها وكم دعي بها في طعنها برأ تنوح في المسجد الأقصى قصائدنا نوح الحمام بنجوى حزنه سجع نمى الحنين على أضلاعنا شجرا وكل غصن به من دمعنا رضا وكم من الوجد لم يطفأ بغيثمنا وكم من الشوق في أعماقنا قمعة وتلتضي حسرات الشوق في دمنا ضاق المدى بلضانا قد رمت تسعى مواكب الموت ما زالت تطوف بها وكل ركن بها من موتها شبعة فلا المواويل في أفراحها صدحت ولا السلام إلى حاراتها رجع والمدعون افتتانا في محبتها صاروا لمن سرقوا أهدابها تبع والنائحون على شكوى مواجعها يمالئنا الذي من لحمها قطع والحارسون حماها والعدو هم هم الذين أحالوا أمنها فزعا فليس من زارع حقل الحياة أذن إلا جنى ناجما من مر ما زرعه خمسون عاما وبعض العرب في سفه يستلطفون من الأفعال ما شنعه وينغضون رؤوسا ملؤها عفن إن صاحب الحق فينا للجهاد دعا فالراكعون على أعتاب ذلتهم يغيظهم كل رأسا ظل مرتفعة ويأملون انتفاعا من مذلتهم هل من ذليل حما من ذله انتفع فأضعف الحق ما يعطى لطالبه منا وأصلبه ما جاع منتزع مرورا بوجع العراق انتفاضة تشرين ظنوا بأن تثني العراق حراب خاب وأحلام الطغاة سراب ظنوا بأن تثني العراق حراب خاب وأحلام الطغاة سراب هذا العراق مسور بهدى الأولى زحمت لهم أفق السحاب قباب من آثر الموت الزعاف ولم يطب عيش لهم فيه الكريم يعاب فالعازمون على التحدي فتية من آثر الموت الزعاف ولم يطب عيش لهم فيه الكريم يعاب عزم العراق كما هم عزم وما أعيت طموح العازمين صعاب فالعازمون على التحدي فتية والقابضون على الجراح شباب هم فتية قد آمنوا فاستبسلوا والموت للمستبسلين ركاب بهر الرصاص عنادهم وصمودهم عجب بساحات النزال عجاب شهب تضيء شهب تضيء وكلما أخفر ردى منهم شهابا ناب عنه شهاب هم فتية نهج الحسين منارهم وثقوا بأن لهم الجنان مآب زحفوا على دمهم وفوق صدورهم حمل الجراحة إلى الحسين كتاب هم فتية طلبوا الحياة فأحرقت أحلامهم برصاصها الأحزاب غمر العراق دم وآل مصيره لعصابة دستورها إرهاب قاءت نفوسهم الخبيثة قيحها وأزيح عن قبح الوجوه نقاب قدر العراق بأن يظل مخضبا بدمائه والحاكمون دئاب لم يبق شيء في العراق محصنا كل العراق بعرفهم أسلاب لا يفقهون سوى الدناءة مذهبا فالعيش في شرع لصوص نهاب كم تاجروا بدم الحسين ونهجه باع العقيدة تاجر النصاب إن الحسين لكل حر بيرق لا يستظل بنهجه كذاب مهتز في خوض الصعاب ثباتنا وجنى الثبات على الصعاب غلاب وتكشف الفجر المؤمل ضوءه وانزاح عن صبح العراق ضباب ستطيب دجلة ستطيب دجلة مشربا لضمائنا ويطيب من دفق الفرات شراب بغداد نحيا بالبطولة عرسها ولها دماء الثائرين خضاب فإذا الطغاة استرخص دمنا فما يجدي سوى لغة السلاح خطاب وعود إلى جراح القدس القدس ترف بأجنحة الجرح يا قدس ردي أجيبي صوت من نزف ومن يئن على شكوى هواك غفا يا قدس ردي أجيبي صوت من نزف ومن يئن على شكوى هواك غفا فأنت فينا فأنت فينا دم يجري وأوردة وقبلة كلما اشتاق الفؤاد هفا حبيبة عبق التأريخ ينسجها للحب سجادة صلى بها كلفا محمد هاهنا طاف البراق به أسرى به الله ليلا عندها وقفا صلى بكل نبي ثم قادرها صوب السماء يجوب الفلك والسقفا وراح يجني قطوف النور منبهرا إذ قاب قوسين أو أدنى بها دلفا ضاقت بنا يا رسول الله ما اتسع الدنيا فمسراك عار يرتدي الشضفا القدس مذبوحة تعتاد آسرها تعاقر الحزن حتى أدمن الدنفا الأهل فيها يلوك القهر لحظتهم ودمعهم يرسم البلوى إذا ذرفا شاد اليهود على أحزانها وطنا للحقد واستعبدوا أهدابها صلافا جاءتك يا قدس منشتدنا زمر ملعونة تحمل الأوهام والخرفا عاش السنين بحارات مغلقة يجنون فيها الربا والسحد والجيفا جاءوا لذبحك يا مسر الرسول ولم يزل مسيحك يروي ظلم مقترفا أدمت معاولهم أرض السجود وما كف النجاسة حتى دنسوا الصحفا حاك الأساطير والأحلام ظنهم بأنها كذبا تبني لهم شرفا ويبحثون بقلب الأرض عن أثر صاغوا له قصصا شتى ومن كشفا يستنطقون ثراها عن خرافتهم فلم يكن بالذي يبغون معترفا فلم تعلن الأرض إلا ما يؤرقهم فحيثما نقبوا لا كل أساء سفا الظلم عمدنا فالكون منقسم فبعضهم لا دخلف الصمت معتكفا وبعضهم راح يدعو أننا خطر منافق آثر التزييف وانحرفا وبعضهم يخلط الأوراق مدعيا بأننا نصنع الإرهاب محترفا هل نحن من يصنع الإرهاب إن صرخت جراحنا تلعن الإجرام والجنف هم يصنعون لنا موتا بأقبية ويحرمون الضحايا أن تقول كفا وإن دفعنا الأذى عن زهرة وثبت كل الأفاعي نفاقا تقضف الضعف حال العروبة يا جرحا يحار به وصف الدواء فأعيا طب من وصفا حتى التمائم أعيتها مواجعه فعاد كل مداون باكيا أسفا متى نحث خيول الزحف جامحة فالشوق أتعبنا والزحف ما أزفا يا قدس إن كؤوس الحزن تدمننا وحلمنا قبل أن يروى الضمى خطفا شكرا جزيلا لكم شكرا للشاعر محمد صيف على هذه القصيدة نختم هذه الأمسية بشاعر عراقي جعل من حروفه سيوفا وحرابا لتتولى الدفاع عن الحق الفلسطيني ويرى في فلسطين عقيدة وانتماء إنه الشاعر حارث الأزدي فليتفضل مشكورا من المفارقات أن مجموعة تداعت لنصرة قضية فحضر المساندون وغاب أصحاب القضية هذه قصيدة شاركت فيها في حملة غدا سنعود في حملة غدا سنعود في بيت فلسطين للشاعر وثقافة العودة سنبقى غائبين بلا إيابي إذا اختفت الكومات عن الروابي قوافين لأقصى في ابتهال إذا لاحت رؤوس للحراب نغرد في الصباح بلفظ قدس تزين صورة الأقصى كتابي ألا يا صاحبي عدبي سيحلو على نغم الصبا دمع سكابي نكبنا فيك يا أغلى قرآن تشتت جمعنا بعد الخراب لنا عود لأقصى رغم نأي سنعرف قدسنا دون ارتياب إذا جد تعذر عن حضور يعود حفيده عند الإياب إذا جيل الكبار مضى ففجر سيخلفه لدى جيل الشباب قرار قر في وعي أكيد بأن المنتمون لدى اغتراب فهذا ديننا وبه التزمنا وهذه أرضنا أرض المآبي فلسطين العقيدة سوف تبقى سنرضع طفلنا معنى الغياب سيخبو كيدهم سيخبو كيدهم ويكون فتحا نمزق عندها سكى انتداب وهذه قصيدة أخرى بعنوان من خاف أدلج كانوا خليطا وصاروا بعض أمزجة بلا امتزاج ومن يشقى بهم زلجا فوضى البدايات منهاج لخاتمها من ضيع الدرب يبدو صار منتهجا قلبي وسوس لي والعقل مرتبك والوقت منحبس لا يبتغي الفرجا يأس غريب ونحن الآن لا أمل نسعى إليه ولا من تاه عنه نجا حتى متى هذه العاهات تحكمنا مصيبة ليس نقوى فك ما التزجا نبادل الصحوة نوما فيه مهربنا ومتخم نومنا بالحزن إذنضجا لكننا في قرار الروح منهجنا تبقى فلسطين في أيامنا وهجا نحن الشموس ونحو القدس وجهتنا مهما الظلام لضيق الدرب قد نسجا ما همنا بيع من خانوا عروبتهم من يزرع الشوك فليخزى بما نتجا يا ما أقيسى حكايات تضج أسن قد يفلت السر ممن غاص أو خرج يا ويح كل الذين استنطقوا طللا هل كان منه جواب للرؤى عرج والسلام عليكم شكرا للشاعر حارث الأزدي على هذه القصائد في الختام لا يسعني إلا أن أتوجه للشعراء الكرام بالشكر الجزيل على ما أمتعونا به من قصائد تتغنى بحب فلسطين ولكم سادة الحضور أشكر لكم حسن استماعكم وجميل تفاعلكم وإلى لقاءات أخرى قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته